ثانية بأؤكد على موضوع النظافة، موضوع تعقيم الأماكن وبالذات المدارس عايزين نشوف من وزارة التربية والتعليم فيديوهات لأجهزة نازلة بتتعاون بقى مع البيئة، بتتعاون مع الجهة اللي بتتعاون معها عشان نعمل موضوع التعقيم اللي احنا بنتكلم عليه ده بعد كل يوم دراسي عشان نطمن أولياء الأمور اللي موجودين في بيوتهم كمان موضوع الجوامع برضو وزارة الأوقاف تورينا إجراءات التعقيم مشيت ازاي وعمرت ازاي نهاردة مجلس النواب منزل للناس أنه قام بتعقيم كل الأماكن اللي بتردد عليها النواب داخل المجلس وزارة النقل أيضا بعتت قالت احنا نهاردة قمنا بعملية التعقيم وعقمنا وسائل المواصلات اللي بتردد عليها الناس أفتكر مثلا كل أوتوبيس في نهاية الخط بتاعه كل مترو في نهاية الخط بتاعه تقوم عملية التعقيم ثم يبدأ جولة تانية في طريقه يعني كل واحد يبيلنا بس بيعمل ايه عشان يبقى عندنا نوع من الاطمئنان واخدين بالحضراتكم يعني يبقى في حالة هادية في المجتمع وعذروا الناس احنا ما تعودناش على ده من قبل كده يعني هو صعوبة كورونا ده عن اي حاجة تانية ان الناس ما شافتوش قبل كده ده فين الكلام ده بقى ده في القطرات المصرية يعني بعد ما بتخلص الركاب بينزلوا ويعملوا رحلتهم بيبقى في عملية التعقيم اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي ده المترو عند شباك التذاكر فزي ما حضراتكم شايفين كل هذه الاجراءات بتتم بهذا الشكل اشتركوا في القطرات